ودلوقتي جي معادنا مع كاتبنا النهاردة واللي منورنا ومشرفنا في استوديو يحكى أن الكاتب والباحث محب جميل واللي هنتكلم معاه النهاردة عن كتابه محمد أنديل ثلاث سلامات محب جميل الحقيقة هو كاتب وباحث مهتم جدا بالتاريخ الموسيقي صدر له قبل كده عدة مؤلفات عن مطربين الزمن الجميل زي فتحية أحمد، زي صالح عبد الحي، زي محمد عبد المطلب النهاردة هنتكلم معاه عن صاحب السوت المميز جدا وصاحب الأغاني الشقية الجميلة اللي حبناها كلنا وهو طبعا محمد أنديل منورنا شكرا جدا إزاي حضرتك؟ وصعدتها جدا بإنك فكرت في محمد أنديل محمد أنديل زي ما كنت بقول كده عنده أغاني شقية جدا كل الأجيال بتحبها أغاني فيها موسيقى تجنن مش بس كانت في الزمن الجميل نجحة إنما هي حقيقي يعني بتنجح مع جميع الأجيال إيه اللي خليك تفكر في محمد أنديل؟ محمد أنديل كان جزء من مشروع طويل أنا بدأته من 2017 تقريبا أول كتاب كان فتحية أحمد وكان عندي تصور طول الوقت عن المطربين أو المطربات اللي موجودين في زمن مطربين كبار وما أخدوش نفس الشهرة أو النجاح اللي حققوه ناس تانية فتحية أحمد مثلا كانت موجودة في زمن أم كلسوم وكانت مواكبة كمان لبداية مونيرة المهدية فكنت دائما بقرأ عنده أم كلسوم ونيرة المهدية وما فيش فتحية أحمد نفس الموقف مع صالح عبد الحي في زمن محمد عبد الوهاب نفس التركيبة بالضبط محمد أنديل كان جزء من مشروع للتركيز أكتر على مجموعة مطربين مرتبطين شوية باللي إحنا ممكن نقول عليه الأغنية الشعبية رغم إنه هو نفسه ما كانش بيحب التسمية دي يعني أنت اللي لفت نظرك أو اللي أنت حبيت تكتب عنهم الشخصيات اللي أنت حسيت أنهما ما أخدوش حقهم بقدر كافي على المستوى التجاري أو على المستوى الجمهور أو بقدر كافي حتى بعد ما توفوا أنهما ما تكتبش عنهم كتير وكان ده مفتاح اختيارك لحمد أنديل بالضبط محمد أنديل طبعا صوته عظيم ومطرب مهم جدا ومؤثر جدا لكن نفس الفكرة اللي حصلت مع فتحية وصالح عبد الحي أن محمد أنديل كان موجود في زمن عبد الحي محافظ سألك سؤالي علاقة بيك أنت ككاتب أنت متخصص في الموسيقى كتباتي كلها عن الموسيقى والشهر العربي ده حديدا تحديدا وهو ده اللي أنت بتحبه وهو ده المجال اللي أنت حبيت تكتب فيه ده اللي أنا حبيت أكتب فيه من الأول وده يعني هواتي الأساسية أن أنا بسمع أغاني مرتبطة بالفترة دي أكتر أنا مركز على الموسيقى في النص الأول من القرن العشرين يعني فترة بداية الإزاع المصرية والسينما الغنائية في تويدة تحديدا عجبني أو يزوءك في اختيارك للمطربين أو للشخصيات الموسيقية اللي بتكتب عنها وعجبني جدا النوع اللي بتقدمه من الأدب اللي بتكتبه أو كان أدب موسيقي ده بيتطلب إيه منك ككاتب؟ ده بيتطلب إيه من الكاتب؟ يعني علشان يكون متعمق ومتخصص في الأدب الموسيقي؟ هي الفكرة مرتبطة بحاجتين أول حاجة لازم يقفيد طلاع كبير جدا على الأرشيف أو التوسيق الخاص بالفترة دي وليازم تكون سميع كمان أعتقد الجزء الثاني السمع السمع يعني مساحة كبيرة جدا والأصوات مختلفة والفترات زمنية مختلفة يعني أنا بسمع تقريبا حاجات من نهاية القرن 19 بتسمع كل حاجة بقى؟ تقريبا آه بسمع كل حاجة من البدايات يعني من أول ما كان فيه تسجيلات في مصر تحديدا عشان تقدر تثقف نفسك موسيقيا وتغذي نفسك موسيقيا أكتر وبقى عارف أكتر مين الأصوات اللي كانت مشهورة في الفترة دي ومأخدتش حقها مين الأصوات اللي كانت موجودة بشكل ما بس مع الوقت نتيجة أنه محدش يهتمل أنه يكتب عنهم أو يوسق قسرتهم فللأسف يعني سقطوا من ذكرتنا كلنا تقريبا يا الحقيقة لمحة منك مش بس جميلة على المستوى الأدبي والثقافي إنها كمان على مستوى الإنساني إن أنت تقدر أو أن أنت بتسلط الدق على ناس من وجهة نظرك هم ما خدوش حقهم ما خدوش حقهم على كل المستويات وده على طبعا المستوى الأدبي الموسيقي أكيد الناس هتكون حبة تقرف ده لأنها هتكون حبة تعرف عنهم وتسمع عنهم وتفهم أكتر تفاصيل حياتهم وعلى المستوى الإنساني أعتقد أن أنت بتديهم جزء من حقهم اللي ما أخدوهوش وهم عايشين بالضبط هي الفكرة كمان بالنسبة لي مش التركيز على فكرة المظلومية أكتر ما هي التركيز على أنه هم كانوا مهمين فعلا وأنه يستحقوا وكانوا مؤثرين وإنما أنا شايف كمان أن الموسيقى العربية مش هنقدر نفهم التطور اللي حصل فيه أو إحنا وصلنا دلوقتي للنقطة اللي إحنا فيها إذا كان فيه تركيز كمان على الناس اللي كانت مؤثرة في وقتها بس ما كانش فيه كتابة كافية عنهم عشان نكمل للصورة أو الدائرة اللي كانت موجودة وقتها وهم الحقيقة موهبين موهبة حقيقية يعني محمد أنديل عنده كامره غنية بين شطين ومية وثلاث سلامات طبعا يعني أغاني عايش سنين كلمني بقى شوية عن محمد أنديل أنا لاحظت أن محمد أنديل دايما التركيز عنده بيكون على نقطة واحدة اللي هي إعجاب كوكب الشارع ومكلسون بصوته وأنه كل الكتابات بتدور في الدائرة دي أو في الجزئية دي تحديدا بدون الرجوع لتفاصيل موسقة عن حياة محمد أنديل المشكلة اللي وجهتني أن محمد أنديل كان شخص انطوائي جدا ومنعزل ومش بيحب يتكلم عن حياته كتير فبالتالي حواراته الصحفية كانت قليلة جدا وتقريبا ما لوز ظهور تلفزيوني يعني إذا قرم بالفنانين اللي كانوا موجودين وقتها وأنا أعرف أصدقاء صحبين كبار ونقاط كتير عرضوا عليه أن هم يسجلوا معاه ليه كان بيرفض؟ يعني ليه كانش بيحب أنه هو يظهر في الصحافة أو في الأعلام؟ ده رجع التكوينه هو الشخصي هو شخص كان خجول ما بيحبش يظهر كتير ودايما بيفضل أنه هو أنه الأعمال الغنائية بتاعته هي اللي يكون رصيده ومش ظهوره على التلفزيون أو في الصحافة أكتر من مرة وبالرغم من ده هو في نهاية حياته كان بيلوم نفسه على الجزئية دي تحديدا أنه ما قدرش يواكب الصحافة وما كانش متواصل مع الجمهور بالقدر كافي إذا قرم بمغنين تانين كان هو شايف كمان أنه هو أقل منه على مستوى الصوت أو الموهبة تحديدا كتبت عن محمد أنديل من وقت تاريخ ميلاده تقريبا بالزبط